أحسن الله عليكم سؤاله الأخير يقول فيه ما حكم إجهاض المرأة هذا يحتاج إلى تفصيل إذا كان عليها خطر على حياتها إذا كان فيه خطر على حياتها من بقائه فإنه يجهض للضرورة ولكن هذا لا يكون إلا بتقرير لجنة طبية موثوقة وبفتوى من أهل العلم ما يحل أنها تجهض أو أن وليها يأمرها بالإجهاض إلا بفتوى من أهل العلم مبنية على تقرير طبي موثوق من لجنة طبية إثنين فأكثر نعم